بداية بارك الله فيكم الشيخ صالح هذا يسأل عن قول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يقول ونحن نرى أناس يحافظون على الصلاة ولكنهم يقطعون الأرحام ويظلمون الناس ولم نرى صلاتهم تنهاهم فكيف يرى مع عليكم ذلك وخاصة ونحن في شهر رمضان المبارك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين ذكر الله سبحانه وتعالى في الصلاة فائدتين عظيمتين الأولى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر والثانية أن فيها ذكر الله ولذكر الله أكبر الصلاة شعيرة عظيمة وهي ركن الثاني من أركان الإسلام فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فوق السماوات عند سدرة المنتهى والله جل وعلا عظم من شأنها وحث عليها وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عظم من شأن الصلاة وحث عليها ورغب فيها مما يدل على عظمها عند الله سبحانه وتعالى ومما يدل على فائدتها على المسلم فهي شعيرة عظيمة وفريضة كبيرة ولا يتهاون بها إلا إما المنافق الذي ليس في قلبه إيمان أو المؤمن ضعيف الإيمان وهذه بلية عظيمة التهاون في الصلاة وتأخيرها عن وقتها الذي شرعها الله فيه الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا عدم حضور الجماعة في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فعلى المسلم أن يعظم هذه الصلاة بأدائها على الوجه المشروع والمحافظة عليها والخشوع فيها وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى اللهم أمين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك